السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله معلما وهاديا وداعيا ومبشرا ونذيرا أحق الله به الحق وأبطل به الباطل وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور ترك الناس على المحجة البيضاء الليل والنهار فيها على سواء ضياء كله فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه هؤلاء العظام الذين عرفوا الله فما عرفوا أحدًا غيره عرفوا الله فما ركنوا إلى الحياة الدنيا ولا إلى زينتها عرفوا الله فشمر كل واحدٍ منهم عن ساعد الجد علموا بأن السفر طويل وأن الزاد قليل وأن يوم القيامة رهيب وأن الديان حي لا يموت صلاةً يا رب وسلامًا دائمين متلازمين معطرين إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا نعيش بين يدي العلم والعلماء بين يدي من يصلي عليهم الله في جل في علاه بين يدي من تصلي عليهم الحيتام في جوف البحر بين يدي من تصلي عليهم النملة في جحرها بين يدي هؤلاء العلماء العظام نرحب بهم أستاذنا الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة بجامعة الأزهر كما نرحب أيضًا بأستاذنا الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية نعيش أيها الأخوة الكرام حول معنى الدفاع عن البلاد والأوطان الأرض والعرض وكما نعلم بأن حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه وهو عمره صغير كان يشارك بإيجابية في بناء مجتمعه عنده عشرين سنة كان يشارك بإيجابية عنده خمسة وثلاثين سنة كان يشارك في بناء الكعبة كان يدافع في حينما أقيم حلف الفضول صلوات الله وسلامه عليه كان يدافع عن بلاده وعن أوطانه ويكفينا قبل أن نستمع إلى أساتذتنا الكرام بأن نبينا صلى الله وسلم قالوا كان إذا اشتد البأس احتمينا برسول الله نعيش حول هذا المعنى فليتفضل الأستاذ الدكتور رمضان حسان وليمتعنا بهذا العلم جزاه الله خيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين وبعض فحي الله هذه الوجوه المشرقة والقلوب المؤمنة التي اجتمعت في هذا المكان الطيب المبارك حول مأدبة الكرآن حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله الكريم أسأل أن يجعلنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين تحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده إنه خير مسؤول وخير مجيب الوطن والعرض إن من المقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية أنها أمرت بالحفاظ على الوطن والعرض بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يموت دفاعاً عن أرضه أو عن عرضه شهيداً في سبيل الله وهذا يدل على أهمية الأوطان والأمر بالحفاظ عليها وحب الأوطان والدفاع عنها من الأمور الفطرية التي يتصف بها كل الناس أو الواجب أن يتصف بها كل الناس لأن الإنسان مدين بالكثير والكثير للوطن الذي ولد عليه وتربى ونشأ على صراه وكان العرب قديماً لا يعدون الرجل كاملاً في الرجولة وفياً إلا إذا أظهر الحنين لوطنه والخوف عليه وحب الأوطان ديدن الأنبياء والرسل فما من نبي ولا رسول إلا أحب وطنه حباً جماً ودافع عنه بكل ما يستطيع انظر إلى إبراهيم عليه السلام ما الدليل على حبه لوطنه أنه دعا له بالأمن والأمان وإسقال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن في الآية الثانية رب جعل هذا بلداً آمن موسى عليه السلام لما قضى الأجل المضروب بينه وبين الرجل الصالح شعيب حنَّ واشتاق إلى وطنه وطلب الرجوع إليه يوسف عليه السلام دعا لمصر بالأمن والأمان بل أخبر والديدي بأن مصر تنعم بالأمن والأمان إذا وصلت إلى حبيبك محمدٍ صلى الله عليه وسلم فحدِّث ولا حرج عن حبه لوطنه الأول والثاني مكة الذي بكى بكاءً شديدًا وهو خارجٌ منها وقال والله إنك لأحبُّ البلاد إلى الله وأحبُّ البلاد إلى قلبي ولولا أن قومي أخرجون منك ما خرجت وفي رواية ما سكنت غيرك لما وصل إلى الجحفة نظر وعاين جدارات مكة فبكى حنيناً وشوقاً فنزل عليه جبريل عليه السلام يقول يا محمد أحنيناً واشتياقاً إلى وطنك وبلدك قال نعم قال أبشر إن ربك جل وعلا أنزل إن الذي فرض عليك القرآن لرادُّك إلى معاد ستعود إلى مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة واستقرَّ فيها ما نسي الوطن الأول مكة عندما قدم أصيل الغفاري إلى المدينة وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال مكة وحدَّس أصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور مكة وما فيها حنَّ صلى الله عليه وسلم وكاد أن يبكي وقال تمهَّل يا أصيل وفي رواية حسبك يا أصيل دعي القلوب تقرُّ قراراً دعي القلوب تقرُّ قراراً ودعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربَّه بعد أن سكن المدينة أن يُحبِّب الله سبحانه وتعالى إليه المدينة كحبِّه مكة أو أشد قال اللهم حبِّب إلينا المدينة كحبِّنا مكة أو أشد وبلغ حبُّ النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أنه كان يُحبُّ معالمها وآثارها فكان يقول مثلاً أُحُد جَبَلٌ يُحِبُّنا وَنُحِبُّه وكان من حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان يشتاقُ إليها عندما يخرُج مسافرًا فكان إذا اقترب من المدينة وشاهد جدارات المدينة حرَّك ناقته أو أسرع صلى الله عليه وسلم اشتياقًا وحبًّا للمدينة لا يُقدِّر قيمة الأوطان إلا من حُرِم منها لا يعلم قيمة الأوطان إلا من حُرِم منها لذلك المُشرِكون والكفار هدَّدوا رسلهم بأنهم إن لم يكفوا عن الدعوة إلى الله سيُخرجوهم من أرضهم وقال الذين كفروا لرسلهم لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قُمْ لُوتِ قُمْ شُعِيه هدَّد كلٌّ منهم نبيَّه بأنهم سيُخرِجوه من أرضه هذا يدل على أن الخروج من الوطن غالي على النفس لذلك أوجب الإسلام الدفاع عن الأوطان وأن يُقدِّم الناس الأرواح فداءً لأوطانهم ومن مات دفاعًا وفداءً لوطنه فهو شهيد كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الجلسة المباركة الطيبة أن يغفر للشهداء من إخواننا في فلسطين وأن يجعل منزلتهم في أعلى الجنان وأن يُسبِّت المرابطين وأن يرزقهم الأمن والأمان وأن ينصر بهم الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه ضربوا أروع الأمثلة في السبات وفي الدفاع عن أرضهم وعن وطنهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُسبِّتهم وأن يؤيدهم وأن يُقويهم كذلك مما أمرنا الإسلام به بالنسبة للأوطان في الدفاع عنها والحفاظ عليها ليس الدفاع عن الوطن أو الحفاظ على الوطن يكون بالجهاد في سبيله فقط وإنما نُحافظ على الوطن من الأفكار المخشوشة ومن الأفكار الهدامة ومن الشائعات التي تنسف بوحدة الوطن والتي تؤسِّر على الوحدة والاتحاد فمن أهم عوامل الدفاع عن الأوطان عدم ترويج الشائعات وعدم نشر الشائعات وعدم نشر الأمور التي من شأنها أن تُفرِّق أبناء الشعب الواحد فإن هذه الأمور تؤدي إلى إضعاف قوة أهل الوطن مما يجعل الأعداء يُحاولون النيل منهم فلن تتقدَّم أمة ولن تُحافظ على وطنها وعلى أرضها إلا إذا تمسَّكت بالوحدة إلا إذا صارت خلف قيادتها إلا إذا قدَّرَت الوطن حق القدر وعلمت منزلة الأوطان وعلمت أن من أهم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الناس أن يكون لهم وطنًا يسكنون فيه يأمنون على أنفسهم وانظر إلى من شُرِّدوا من أوطانهم هل يجدون أمناً أو أمان هل يجدون سلماً أو سلام هل ينعمون بأي نعمة من النعم ولو توفَّرت لهم إن نعمة الأمن والأمان ونعمة الاستقرار في الأوطان من أهم النعم التي لا تعادلها نعمة وصدق صلى الله عليه وسلم عندما قال من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على مصرنا الحبيب بالأمن والأمان والسلم والسلام وأن يرزقنا الوحدة دائماً وأن يوفِّق كل من أراد مصر بخير وأن يجعل كيد من أراد لها شر أن يجعل كيده في نحنه كذلك أمر الإسلام بالحفاظ على العرد ومن مظاهر ذلك أنه حرم الزنا بل حرم مقدمات الزنا قال ولا تقرب الزنا كذلك حرم ونهى عن المقدمات التي تكون سبباً للوقوع في الزنا أمر كل من الرجل والمرأة بغض البصر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كذلك سن حداً في الإسلام يسمى حد القس حتى تصان الأعراض وحتى لا يقوض الناس في الأعراض بل إن القرآن الكريم ذكر الخوض في الأعراض وسماه إفكاً وهو أقبح وأشد أنواع الكذر هذا يدل على حرص الإسلام على صون العرض وعلى الحفاظ عليه يجب على كل إنسان يخاف على انتهاك عرضه أن يحافظ على أعراض الآخرين وأن يحافظ على لسانه لا يتحدَّس ولا يقوض في أعراض الناس فإن ديننا الحنيف جعل الشهادة في القتل تسبُت بشهادة رجلين عدلين أما في القسف أربعة رجال عدول هذا يدل على حماية الإسلام وعلى حفظه للعرب لا أطيل عليكم أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الطيبات المباركات أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحفظ جيشنا من كل مكروه وسوء وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان خير الجزاء يعني كما قيل المتعمق في العلم كالسابح في البحر لا يرى أرداً ولا طولاً ولا عرضاً يعني الدكتور رمضان بيتكلم ليش عايزينه يخلص يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به كلمة مهمة جداً أكد عليها فضيلة الدكتور رمضان وهي الحفاظ على الأرض والعرض وده مهم جداً ونطلع بدرسي هنا مهم وهو التصدي للشائعات ده مهم جداً حتى نحافظ على وطننا الحبيب والآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نجتمع في هذا المكان الطيب في بيت من بيوت الله عز وجل لنتدارس معاً بعض الموضوعات الحامة التي فيها الحفاظ على الأرض وتشكل في معانيها الحفاظ على العرض وذلك تحت عنوان الأرض والعرض إذا أردنا أن نتحدث عن الأرض فإن الأرض بمعناها الواسع يشمل الأوطان ويشمل البلاد ولذلك فإن حب الأوطان أمرٌ فطري وأمرٌ مركوزٌ في قلوب الناس وفي نفوسهم ولذلك يقول القائل بلادي بها ميطت علي تمائمي وأول أرضٍ مس جدي ترابها فيتحدث عن مكانة مسقط الرأس وهو المكان الذي ولد فيه الإنسان ونشأ فيه وترعرع وعاش على هذا المكان شرب من مائه وتنفس من هوائه وأكل من خيراته هذا المكان يسمى بمسقط الرأس ولذلك نجد أهمية هذا المكان ومكانته في نفوس الناس بعض الناس مهما سافر ومهما هاجر ومهما سعى في الأرض دائما يحن إلى مسقط الرأس يحن إلى المكان الذي ولد فيه بلادي بها نيطت علي تمائم وأول أرضٍ مس جدي ترابها دائما البلد الذي ولد فيه الإنسان دائما يحن إليه ويشتاق إلى أصدقاء ورفقة الصبا الذين كان يلعب معهم وكان يتعلم معهم مهما سافر ومهما بنى في غير وطنه إلا أنه دائما يحن إلى الوطن الذي ولد على أرضه والذي نشأ عليه ولذلك يقول الأصنعي إن حب الأوطان أيضا مركوز عند بعض الحيوانات الإبل تحب العودة إلى أوطانها مهما تباعدت وكذلك أيضا الطيور تحب العودة إلى أوكارها حتى وإن كانت قفارا والإنسان يحب العودة إلى وطنه حتى وإن كان أقل نفعا فحب الأوطان من الأمور المركوزة في نفس الإنسان والتي نشأ عليها الإنسان ورسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المسألة الأعلى في حب وطنه وفي حب الأرض التي ولد عليها ونشأ عليها وترعر على أرضها وهي مكة المكرمة وما ذكر سعادة العميد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه قومه من مكة حن إلى هذا البلد ووقف على ناصية أو في أعلى مكان في مكة وخاطب مكة كأن مكة لها روح ولها أحاسيس يخاطبها صلى الله عليه وسلم يا مكة إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت هذا يدل على أن للوطن مكانا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا المكان كأنه يسمعه وكأن لهذا الوطن شعور وأحاسيس يدرك هذه المعاني التي خاطبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيعود إلى هذا المكان ظافرا وفاتحا ومنتصرا وأن حجرته لمكة لم تكن مهاجرة من القطيعة ولم تكن من الهجر أي القطيعة وإنما كانت من المهاجرة على وزن مفاعلة أي خرجت منها وستعود إليها ولذلك طمأنه ربه بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معان النقطة الثانية ورد أن الإمام الذهبي قال حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كان يحب عائشة ويحب أباها رضي الله بارك وتعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زي ويحب صبطي وكان يحب العسل ويحب الحلوى وكان يحب وطنه وهو مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في حبه لوطنه وحبه للأرض التي نشأ وترعرع عليها وهذا الحب يدعو إلى الدفاع عن هذه الأوطان ويدعو إلى المحافظة عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً ضرب لنا المثل في الدفاع عن الوطن وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع أهل المدينة شيئاً أدى إلى إخافتهم وإلى خوفهم من سمع صوتاً أو سمعوا صوتاً أخاف أهل المدينة وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجا لبحث أو البحث عن هذا الصوت وما أدى إلى أخافتهم وما أدى إلى إلقاء الرعب في أهل المدينة وحينما خرجوا يسألون عن هذا الصوت وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عائداً ويركب فرساً لطلحة ويتقلد بسيفه صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم كان عائداً بعد أن استكشف هذا الأمر وقال لهم لا ترتعدوا لا ترتعدوا بعد أو قبل أن خرج أهل المدينة هذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حبه لوطنه وعلى دفاعه عن وطنه صلى الله عليه وسلم هذا درس للأمة أن تدافع عن أوطانها وأن تدافع عن مقدساتها لأن حب الوطن من الإيمان وهو من المقاصد الكلية للشريع الإسلامي الحفاظ على المال والعرض والدين ومنها المحافظة على الأوطان فالمحافظة على الأوطان من المقاصد الأساسية للتشريع الإسلامي كذلك أيضاً مما يدل على حب الأوطان وحب ووجوب الدفاع عليها أنه إن لم يكن هناك أرض أو وطن فلا إسلام ولا دين ولا عبادة لماذا؟ لأن المسلم لا يؤدي الشعائر التي أمر بأدائها إلا إذا كان له وطن يستقر فيه ويشعر بالأمن والأمان فيه ويحيى على أرضه لأن الخائف لا رأي له الخائف لا يستقر له حال ولذلك فإن المحافظة عن الأوطان والدفاع عنها هي من وسائل انتشار الدين ومن وسائل انتشار الإسلام ومن الوسائل التي تساعد على إقامة الشعائر وعلى إرساء أحكام الإسلام وعلى عبادة الله عز وجل في طمأنينة ومن هنا كان وجود الأوطان من الأمور اللصيقة بالعرض ولذلك يقال الوطن كالعرض الذي لا يفرط في عرضه لا يفرط في وطن فقد ساوى الحكماء وقد ساوى الأوائل بين الأوطان وبين الأعراض وهذا يدل على مكانة الوطن لأن الأوطان كما قلت هي من الأمور التي تساعد على الطاعة وهي من أهم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده الله عز وجل امتلنا على فريش بنعمة الأمن والأمان لإلاف فريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فنعمة الأمن ونعمة الأمان لا تتوافر إلا في وطن مستقر إلا في وطن يحافظ أبناءه على كل زرة من زرات ترابه إلا على وطن تمكن حبه من قلوب أدباعه ومن قلوب أبنائه إذن أيها الأحباب الدفاع عن الوطن والدفاع عن الأرض واجب من الواجبات التي شرعها الإسلام ولذلك فإن الإسلام شرع لنشف فإن الجهاد شرع للدفاع عن الأوطان ولذلك يقول علماء يتعين متى يصير الجهاد فرض عين قالوا يصير الجهاد فرض عين إذا دخل العدو محلة قوم يعني وجدنا أن العدو قد اقترب وكاد أن يهدد أوطانا حينئذ يتعين الجهاد يصير الجهاد فرض عين على كل قادر يستطيع أن يدافع عن وطن وفي غير ذلك قد يأخذ حكم فرض الكفاية لكن يتعين متى إذا تعرضت الأوطان للنخاطر وإذا تعرضت الأوطان للدسائس وإذا تعرضت الأوطان للمكائب حينئذ ينبغي أن يكون كل مسلم يخزاً وعلى ثقرة من صغار دينه ولذلك فإن أجر الشهداء ومنزلت الشهداء منزلة عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالعين عن الجسد لأن الجسد هو الذي يقف على السغور ويقف على الحدود بهدف حماية الأوطان والزود عنها والدفاع عنها مما يحاك لها ومما يدبر لها من المكائد والدسائس كذلك أيضاً الحفاظ على الأعراض أو قبل هذا فإن من الحفاظ على الأوطان كما ذكر سعادة العميد عدم الاستماع إلى الشائعات هناك شائعات مغرضة تؤدي إلى تفتيت القوة وتؤدي إلى هدم العزائم وتقويض العزيمة وتؤدي إلى التفرقة بين أبناء الوطن الإسلام حارب هذه الشائعات وبين العلماء وسائل لمعالجة أو لمحاربة هذه الشائعات أول وسيلة من هذه الوسائل أن يقوم المسلم بالتبين والتسبب من هذه الشائعات يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي القراءة فتسبتوا فأول ما يسمع الإنسان إشاعة يتسبب منه ما هو مصدر هذه الإشاعة من خائل هذه الإشاعة هل له أغراض هل له كذا إلى آخر ذلك الأمر الثاني أن يطالبه بالدليل يطلب منه الدليل على هذه الإشاعة ثم بعد ذلك يطلب منه المصدر أو يتحقق من هذا المصدر هذا بالإضافة إلى أن يحسن الظن بالناس جميعا لأن سوء الظن هو أساس هذه الشائعات المغرطة كذلك أيضا من وسائل المحافظة على الأوطان أو إقامة هذه الأوطان على الأخلاق الفاضلة إقامة الأوطان على الأخلاق الفاضلة وبس القيم والأخلاق البناءة التي تجمع ولا تفرق والتي تبني ولا تهدم فالأخلاق الفاضلة هي من الأسس التي تؤدي إلى استقرار المجتمع ولذلك يقول القائل يذلك يقول القائل في هذا المعنى بالمال أو يبني يقول القائل في هذا المعنى بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلال وهناك موضع آخر أن إذا ضاعت الأخلاق فكبر عليهم أو أقم عليهم مأتماً وعويلاً إذا ضاعت أخلاق الناس وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلاً إنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب ولذلك لو أقيمت ورسخت الأخلاق الفاضلة في المجتمع لأدى ذلك إلى قوة المجتمع وقوة بنياني لماذا؟ لأن صاحب الأخلاق الحسنة لا يخون أبداً الذي تعلم أخلاق الإسلام لا يمكر ولا يخادع ولا يخون بل يراقب الله سبحانه وتعالى في وطنه وفي أهله وفي زوجه أيضاً مما بيّنه الإسلام في الحفاظ على الأعراض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد حديث كما ورد حديث أسامة بن يزيد من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون دينه فهو شهيد فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يدافع عن عرضه ويقتل في سبيل الدفاع عنه فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى ورد أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلاً جاء يأخذ مالي أفأعطي؟ قال صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو قاتلني؟ قال قاتله قال أرأيت لو قتلني؟ قال فأنت شهيد قال أرأيت لو قتلته؟ قال هو في النار هذا يدل عليه على أنه ينبغي الحفاظ على المجتمعات وعلى الأوطان وعلى مقدرات الأوطان وأن نكون دائماً يداً واحدة خلف قيادتنا وخلف أئمتنا وبحيث دائماً وجهتنا إلى كل ما فيه الخير للبلاد والخير للعباد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا الحبيب مصر واحة للأمن والأمان اللهم اجعلها واحة للأمن والأمان والسلم والسلام اللهم افتع علينا أبواب الخير اللهم اغفر زنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي كل بلاد الإسلام اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك ومدهم بمددك يا رب العالمين لأنهم يدافعون عن دينك ويدافعون عن أرضك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظماء ايوى لكم نشكر الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان يعني أجرى في عروقنا وفي دمنا حنين الاشتياق إلى وطننا لعلنا نحب أوطاننا أكثر وأكثر ونصدى للشائعات أكثر وأكثر الله يلقى من رجى دوما لقاه بالحب لو قلبه محب قد رجاه أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هواه من كان يطمع في لقاء حبيبه لا بد أن يخل الجوارح من سواه إصرف فؤادك للإله بذكره دوما تجده وقد أجابك من علاه فهو الحبيب لمن أحب لقاءه هو سمعه هو عينه هو حفظه وكماله يلقاه بالفضل المرجى من نداه يا عاقلا إن كنت حقا مؤمنا فكمال إيمان الفتى حب الإله يا قلب أقل عن هوى الدنيا فما فيها سوى أوهام سعد واجتباه واجعل وجودك خيرا في هذه الدنيا فتحظى بالنعيم لمنتهى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه الجلسات وهذه اللقاءات ونظل دائما في كرم من الله وتوفيقه وعونه ونشكر معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمع لرعايته الكريمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته